كيفP ايه يا عم انا بكلمك من الغابة شايف الغابة وراي هاها كده عبيطة الشك ايه يا عم الغابة مش بتقول لي الغابة بتاع تولاندا غابة دي مفيش اي بشر حواليك في الدنيا ايه دي الطريق اللي بيطلعنا ماشي انا قلت اديك الفيديو من هنا النهاردة عشان ما تأخرش عليك طيب الفيديو عن functions ده شكل function فاكن انا كنت بقولك function هي function عبارة عن ايه ادي x axis وادي y axis يبقى كل value لها x لها متقابل في y لها equivalent يعني مثلا النقطة d dx negative 1 و zero خليني اشرحها لك بطرية اوضح ادي عندك ادي الرسم الجغرافي او الغرافيك ادي عندك x sorry dy ok d y y وده x يبقى انت كده عندك بعدين لما بتيجي ترسم function على سبيل المثال الفنكشن شكلها كده نفترض هذه الفنكشن معدية في نقطة هنا نقدر نقول عليها نقدر نقول عليها و zero يبدي النقطة دي one و zero ودي اتبقى sorry دي zero one zero نعملها لك zero و one zero نعملها لك نعملها لك نعملها لك نعملها لك one y يبقى الارتفاع ده one دي ممكن تبقى نقطة مثلا two و zero بمعناها ان لما الفاليو بتاعت x تبقى two فاليو بتاعت y تبقى zero دي معناها ان لما الفاليو بتاعت x تبقى zero معناها ان الفاليو بتاعت y تبقى one واخد بالسيادتك دي الفنكشن زي اللي انت هتلاقيها كتير في الماث ميزتها ايه زي ما قلتلك قبل كده السلوب بتاع الفنكشن يعني الفنكشن لو رسمنا خط يقولك السلوب هو السلوب of the tangent line يعني لو خط رسمناه يلمس الخط ده في النقطة واحدة في النقطة دي مثلا زي النقطة اللي فوق دي السلوب of the tangent line هيبقى خط افقي السلوب of the tangent line هيبقى ماشي كده في الحتة دي السلوب of the tangent line هو السرعة والسلوب بتاع السلوب هو العجلة وبالتالي ما علينا هشرح لك التفصيل شوية هنا الجراف ده بيقولك ايه الفاليو بتاعت x و y المعدلة تبقى ايه ده ما نبتدي ب y ب y equals cam x y هنا 1 و 1 يبقى y equals x يبقى المعدلة بتاعت الخط دي 2 و 2 هتلاقي النقطة دي برضو نقطة على الخط يبقى معناها ان المعدلة دي y equals x فأي فاليو ال y تحطها 1 و 3 من 10 هتلاقي x برضو 1 و 3 من 10 دي معادلة linear يسمىها خطية مش لازم يكون الخطة ماشي y equals x بس يعني دي معادلة خطية دي معادلة اللي بعديها دي معادلة الكيرف دي معادلة معروفة برضو y equals x square يبقى 1 و 1 square 2 و 4 في كل فاليو y هتبقى equals x square و دي معادلة برضو معروفة دي معادلة التالتة y equals x cube التكعيب x x تكعيب المعادلة دي برضو معادلة معروفة اسمها اللي هي value بتاعت y equals negative x square لو انت حطيت اي value ل y حط نفس ال value x بس ربعها و اضربها في negative يطلع عندك حاجة اسمها inverted parabola دي البرابولة العادية و دي ال inverted parabola فيه هنا مسألة مثلا يجي يقولك ايه اديني المعادلة بتاعت الخط ده انا مش هاعدة خليك تشرحها و يعني خلينا اشرحها لك المرات اديني المعادلة بتاعت الخط ده المعادلة بتاعت الخط ده ايه يطلعت y to x is rise over run يبقى انا عندك من ثلاثة الخمسة طلعت اثنين و run واحد يبقى السلوب بتاعي اثنين يعني y equals 2x بس انا مش مبتدي من الصفر انا مبتدي من نقطة ثلاثة zero ثلاثة يبقى y equals 2x plus 3 لو انت حسبت المعادلة و شفتها طب بطعت لان لما تحط value في y وتحط value 2x plus 3 هتطلع عندك الخط ده يعني مثلا نقرب y equals 2x plus 3 لما x equals zero يبقى 2x equals zero plus 3 يبقى 3 يبقى y equals 3 لما x equals zero لما y equals 2x plus 3 لما x equals 1 هتبقى y equals 2 2 في 1 ب2 plus 3 5 يبقى المعادلة بتاعتنا ممكن نكتبها هنا نقول y equals 2x plus 3 يبقى دي المعادلة بتاعت الخط اللي انت شايفو ده اللي هو الخط اللي مرسوم بالأحمر واخد بالك عندك اللينك اللي جاية دي انا عايزك تضغط عليها WTAMU.edu دي لو انا ضغطت عليها دلوقتي عايزة اوريك بسرعة دي دي ايه بس حلو اعمل معروفه ايه هو كم مسألة خلينا شوف 20 مسألة اكتر انا حبيبي ماشي 28 مسألة بعدك انت ممكن تضغط علي الانسر with explanation بس ايه لما تبتدي تحل الموضوع ده حلو بالوقت يعني اعمل stopwatch وشوف هايخدك في الوقت قد ايه تحل 28 مسألة دي حاجة ترجع لك انت يعني record لك انت وبعدك هتضغط على الانسر with explanations تشوف الاجابات بتاعت ماشي يا نونس اوكي انا مش هطور العليك زي ما قلتلك وانا بزي كده كده اوكي هف فن ويوالتاوك لاتر باي باي